مجدداً صباح الخيالك العزيزينا المشاهدين ولكن لنظم لأننا بها الفقرة ومن فقرة صدر حديثاً اليوم مع كتاب جديد ومع الكاتب الذي لا يذل يعطي في هذا المجال في مجال التربية والمناهج التربوي اليوم في هذه السنوات اللي شهدنا فيها تطور لم نكن قد استوعبنا ذلك أو كنا على أهبة الاستعداد لنتمشى معه هو التعليم عن بعد فكيف يمكن اليوم أن نصدق من هذه الخبرة كيف يمكن أن نطورها وماذا بين هذه المناهج من التعليم من بعد والتعليم المدمج اليوم مع الأستاذ الدكتور نمر فريحة هذا الحوار مع كتابه الجديد الذي لا يزال أيضاً يثمر فكرياً وتربوياً وستراتيجياً في هذه المناهج التربوي صباح الخير دكتور صباح النور أهلا وسهلا فيك وميلاد مجيد دكتور يمكن هيك نحن وياك صورات وجولات بعالم التربية وحضرتك بهالخبرة التربوية اللي أخدتها يمكن هيك دعوة لحياتك وتخصصك وكل كتاباتك وأبحاثك بهالمجال بس اليوم العالم يمكن هيك خصوصاً بلبنان ومن بعد الكورونا شهد على هيد الفترة من الضياع كيف بدنا نعلم كيف بدنا نكفي بهالرسالة التربوية والتعليمية فكان التعليم عن بعد ومن بعد يعني العقبات وإلى ما هنالك وما كنا بعد جهزين لنفوت بهالميدان يعني خليني يبلش معك اليوم الفكرة أو خليني يقول هيك الخبرة اللي من اللي سمعته لولد هالكتاب الشديد أولاً الموضوع التربوي ببلدنا لا يعطى أحقيته يعني بالرغم من أنه كل منزل له علاقة بالتربية أو من خلال تلميذ أو من خلال الموظف أو من خلال أستاذ أو من خلال جامعة ولكن شيء يدو إلى الغرابي أنه ليس لدينا رأي عام تربوي يعني بتحصل أمور تربوية ما حدا بيكترس بتحصل خطأ ما حدا بيكترس بتحصل إشي صحة كمان ما حدا بيكترس هاي دي هي مجتمعنا يعني صراحة مش عم بظلمه بس هيدا الواقع رأي عام تربوي ايه ما عنا رأي عام تربوي يعني العاطي مثل بسيط بفرنسا أدخلوا بالستينات أو أي الستينات مادي اسمها الاقتصاد نعم ضلت تاخد جدل حتى على مستوى رئاسة الجمهورية عشر سنوات والحكومات ينقشوه للبيان إنه شو فايديته شو ضرر مادة الاقتصاد بالمرحلة السنوية نحنا دخلنا عشرين مادي لصفوف السنوية وما حدا سأت كل شي فيه بنشكي والله المويد دكتار والولد مش عم بيلحق دارسه والامتحان صعبه وهيدا كل شي بس إنه هالحدا بيقول هيت لنبحث هالموضوع شو إله فايدي أو هل هو ضرورة هيدا شغلي مش ويرت يعني بعطي مسأل بسيط بيرتبط بالمناهج هلا فكرة المناهج نحنا بعد ما عملت المناهج بالسبعة وتسعين وبنظري الشخصي إنه مناهج ضعيفة من الأساس وخاطبت وحاكت القرن الماضي لم تحاكي القرن الحادي والعشرين يعني مناهجني عملت تقريبا بالألفين ما فيش شي عن التكنولوجيا وكتبت تعليم فاشل يعني تربية فاشلة بالألفين وتسعطاعش وقلت هيدا يمكن هيدا آخر كتاب هيدا آخر كتاب بعد ما بتذكر مضبوط لأنه الشي اللي عمل لك عنه يعني عم بحكي جزء من ألف من متابعتي للتربية ومشاكلها وقضاياها واللي بيخليك أكتر تنفعل أنه ما حدا بيكترس واللي بيشوفه عمل فاشل بيقوله عنه عمل ناجح والإنسان اللي مش خرج يكون بموقع معين تربوي بتلاقي بيسلموت تربية أنه بحالي مثل هاي بتشعر أنت فعلا أنك عم تغرد بمكان بجو آخر بفضاء آخر لا مكان إلك ضمن البيئة التربوية صاحبة القرار في هذا البلد تشو اللي عم بيخليك طب دكتور ترجع تكفة وتكتب بيه ميدان التربية ويمكن هيك رغم كل الأجواء المحيطة ما بتشجع وقرارك دجا يمكن مضبوط هتكسرته أنا بعم قلت أني مش رحيكته هتكتب بس هذا غنى لقلنا تانكيو يعني أول شي أول شي بيتوعدو يعني أنا من الليل المتخصصين بالمناهج بشكل خاص في لبنان ويمكن أتيت من أمريكا 1985 ممكن ما كانش في غيره يحمل دكتوراه في المناهج وعداد المعلمين وتبعت علمت بالجامعة عدة سنة أكتر من 30 سنة علمت الماد دي كتبت هيدا رابع كتاب عن المناهج صراحة يعني كتبت المناهج مستندة إلى المعيير كتبت منهج التربية الوطنية وطرق تدريسة كتبت منهج التاريخ وهيدا آخر كتاب وضعته أول شي في لغة كتير حوله الموضوع وفي إدعاءات كتيري كلمة هيك وضحت يمكن بالفصل الثاني يعني الفصل الأول بين التربية والمنهج والفصل الثاني حطيت المنهج المدرسة وأنواع المناهج يعني لتوضيح يمكن المفاهيم وعن بعطي صح تماما وعن بعطي أرضي واس على القارئ لحتى فعلا يعرف شو هي المناهج كيف تنعمل كيف تقيم كيف تطبق إلى ما هناك من مراحل هيدي في أغلب اليوم مستلمين المناهج ما احترامي لبعض منهم لأني بعرفهم ليل جدا بيعرفوا المناهج والباقيين مجرد أنوا يجوا يجوا على اللجان أو جابون على اللجان ومن خلال من خلال برنامج معين دولي ماشي الأمور بالطريقة اللي هني ممشينا مش هاي المشكلة هاون أنا لقيت أنه الكتاب المناهج صار حاجي للتربوي للطالب للباحث وخاصة إما نعملنا تعليم عن بعض تجربة تعليم عن بعض بالابنين تجربة فاشلة بكل المعايير شو كشفت؟ كشفت أنه أول شيء يعني هذا الواقع اللي تكلمت عنه اليوم جيد السؤال كشفت أنه أول شيء الأستاذ غير مستعد وغير مؤهد ما أنه مدرب ليعلم عن بعض بنبلش منها لأنه بلع أستاذ ما عندك تعليم عن بعض تصار عندك تعلم ذاتي نعم ونحن مش بقامش عن هالشي عم نحكي الشغلة التانية إدارات المدارس غير مهيئة لا بشريا ولا ماديا ولا لوجستيا لموهد كبير الوزارة بقى عالم آخر غايبة كليا يعني صحيح نسمع بعض التعليقات وبعض الشروحات وإلى ما هنالك ولكن ما إلى دخلي في عملية التطبيق الناجح على الأرض حصل التطبيق وكان تطبيق فاشل وما كان فيه استراتيجية يعني ما كان حدا متوقع هلا صحيح كل دول العالم فوجئت بالوباء واعتمدت التعليم من بعض ولكن عنا لم يتم الاستعداد بعد ما عرفنا أنه قد نعلم عن بعض ما أخذنا شيء وقت وفكت وعملنا الذي يجب عم يعني ضلينا سنتين تقريبا خلالها سنتين فينا ندرب أنا شغلتي هاي دي فينا ندرب الأستاذي على التعليم من بعض على مراحل مؤسمهم أي زيء لا لأنه الأستاذ هو عم يعطي فيه يعطي أكتر منصف عن بعد وأنت بتكون عم جهز الأستاذ تاني حلو بالشكل هيدا يعني بقي بس هاي اللي شكلها كانت غريبة جدا بقيت يمكن هيك هالمبادرات الفردية اللي قامت فيها بعض المدارس صح مبادرات الفردية بس أنا عم بحكي بشكل عام عن التعليم كالسراتيجية وطنية ايزاكلي لشمل كل العالم بعدين عندك فئة اللي كلهم بينسوها وأنا بضوي عليها يمكن هي خلتني أكتر ركز على هالموضوع هني أولاد تلاميذ أو تلاميذة المدرسة الرسمية اللي ما كان عندهم لا إنترنت ولا كهرباء بالبيوت ولا عندهم كمبيوتر ولا عندهم شيء هلأ اجت مساعدات كتير ما وصلونش شيء من المساعدات اجت لهوا التلاميذ خصوصي اللي عمل لك عنه سمعنا وقرنا كلنا يعني لا كتيريني أنا حططن بس مش هلأ رح نفتح الموضوع هوا دي حرموا من التعليم لا حضوريا ولا عن بعد وما حدا سأل عينون صحيح يعني هيدا كمان فشل آخر بعدين شو تعلم التلميذ هيدا السؤال بالتعليم عن بعد يعني منشل ليله نص المنهاج خلينيله نصه يعني أقله كنا لازم نستعمل تقنيات التكنولوجيا لنشغله بغير شيء لنشغله كيف يفكر كيف يتفاعل مع زملائه كيف يعمل مشروع كل هاي الاشياء ما عملناها عملنا محاضرة عن بعد اي محاضرة يمكن هيدا اللي وصلك انك تقول ان نبني منهاج للتعليم عن بعد اذا اليوم بدنا نشوف شو قصص او شو مقومات هذا المنهاج عن بعد يعني ممنعر في العالم اليوم على شو قادم يمكن بس اليوم هيك الخلاصة او الزبدة من هذا الكتاب انك انت عم تقدم وسيل بديلي عم تقدم طروحات اليوم لا وضعه بامكانية اليوم انك تواكب كل هذا المصار التربوي لو شو مصار منين هيك اكيد الواقع هو اللي دفعك وخبرتك بس شو هي هذه المقومات والوصول يمن نعمل منهاج عادي اللي موجود هلا بالابنان اللي حكينا عنه من السبع وتسعين بغض النظر قلت انه ضعيف من الاساس لكن هيدا للتعليم الحضوري العادي انت بتصير عندك تعليم من بعد ما عادي هذا منهاج اخر صار شيء اخر لا لانه المنهج مش بس الدروس اللي عم تعطيها للطالب عندك وسائل التدريس ترائق التدريس مش المعلومات يعني ايه مش المعلومة فقط غيرتها ترائق التدريس معدتش موجود كاستاذ انت معدت لميز بالصف اذا بك تبلش من الاساس ترجع للغيات طبعا المنهاجه وهدفه تغيره تعدل بمحتوى الكتاب وتعمل كتاب الكتروني نوعا ما وتدخل علي لينكس وتدخل علي مستندات وهي سهل اسهل من الكتاب الورقي بس هي بدا تنعمل تقدر تعدلها تزيد عليها تعملها هاي لازم تعملها بس لتناسب التعليم من بعد وبترجع كيف الاستاذ لازم يعلم من بعد هاي دي اللي حكيناه بالبداية انه خي بدكت اهله لا يعلم من بعد يعرف حاله انه مش بالصف عم يتفاعل مباشرة مع الطلاب هو خلف شاشي وطلاب وخلف شاشي اخرى اخرى هل يقدر يجمعهم كلهم هل قادر يجمعهم تواصل غير مباشر اكيد مش عارف كل حالة بعدين تفقد عملية التفاعل الشخصي اللي موجودة بالصف هي شغلي صعب كتير من اهم انجازات التربية بالحضوري انه في تفاعل بين التلميز بين بعضهم معهم مع الاستاذه في جو بالغرفة هاو دي كلهم مش موجودين اذا صار دورك كمعلم اصعب واداء هاي دا ما حدا عطاء اهمية يعني من هون انا عمول التعليم من بعد بده يكون له من يهجو بده يكون له كتب الخاصة بده يكون ترائق تدريسه وتقييم اداء المتعلمين كمان يكون بشكل واضح ومنظم نعم فهذا اللي حاول تحطه بالكتاب يعني ذكرت انه هذه المتطلبات بده موارد تعليم من بعد انواع الاتصال في التعليم الالكتروني الموارد الرقمية التعليمية الموارد البشري وهالشروط كمان اللي اتبعتها كمان الشروط الاخرى يعني هاي دي ازا بدنا نقول هي مع كل ترائق التدريس عن بعد هي اليوم حلقة متواصلة هي اليوم خطة عمل لنقدر تطورها مزوط هي خطة متكاملة اذا نفزت اذا نفزت هل اذا يمكن اداة الشرط اللي دايما نعول عليها اليوم هالمشروع كتب ما في حدا تبنيه ما في حدا قال نحنا مندعم لنكون عم نطور عم تسعى هيك يكون فيه اليوم اهم شيء يمكن التمويل وان يصرف بمكانه لنقدر نقوم بكل هاد المتطلبات لا فيه تمويل كتير فيه تمويل من البنك الدولي بعشرات الملايين اذا بديش قللك اكتر وعن مش تقولوا على المناهج اكيد انا عم بكتب مش نطنوا لحتى يتبنوا لانه عارف تسعين بالمية لان يقرؤوا هذا الكتاب اولا وتسعين بالمية من اللي راح يقرؤوا راح يزدتوه لانه فيه هناك اضاءات على نقاط معيني على الثغرات بالوقت لانت عجبهم فولكن انا بيني وبين حالي بقولك مواطن علي دور وهالجامعة اللبنانية ودتني عاميركا اللي اتعلم باهم جامعة باميركا عم قدم هالعمل ويمكن بعد جيل حدا يكترس فيه يمكن لا اما اذا بتقلي اصحاب القرار والقيمين على وضع المناهج اليوم انا بقولك لن يكترس ومش فيه وباي كتابة اخر دكتور بنرجع منعول على التربية اللي هي اساس لبناء لبنان الشديد اللي هي يمكن اليوم اعداد هذه الاججال كله انا تكون على قدر من المسئولية لا يقدر يكون هذا المواطن اللي عنده المواطنية قبل كل الطائفية وكل الانتماءات الحزبية وا 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 اليوم كل يمكن هيك مين ما منسأل بنرجع الى التربية وبيظل هذا الغياب من وجود استراتيجية تربوية من وجود تعديل للمناهج التربوية التي تكون عم بتواكب اليوم بيبقى كأنه ما في امل يعني فقط كلام ولكن بالمقابل لا افعال ولا خطط شو هيك كراءتك لهالموضوع ليك كراءتي عكسية انا بقول لو كان عنا تربي ما كان نتدمر لبنان نحن كان عنا تعليم بس ما في تربي ما عنا تربي لم ننشأ لانو التربي تنشأ مواطنين بكل بساطة فقط تلقين المعلومات كان في عنا تلقين معلومات انتهى يخلص الانسان باي باي صفة مهندس طبيب محامي استاذ مدرس الى ما هنالك ليس هناك من جامع بينهم لانو التربي ما فكروا يعملوا هايك فكروا كيف ياخد الشهادة فكان عنا ثقافة الشهادة وثقافة التوظيف من خلال التعليم اما التربي بالمعنى اللي بفهمها التربوي لا ما لم تكن موجودة ولا اليوم مش موجودة التربي هي تنشأ جيل مع ذاكرة جماعية واحدة وهيدي السياسيين اشتغلوا ضدها فلاي لانو اول شي مش وعيين شنين وبعدين ما بيهمون يعني السياسيين اصحاب القرار لذلك لبنان وصل لهم هلأ وصلنا لهون حتى ما نرجع للماضي وننضب حظنا ونقول غلطوا بالماضي لكن من اليوم هل هن فعلا عندهم استعداد لحتى يعملوا مؤسسات تربوية تبني الانسان لبناني بالحكي او تبنيه فعليا شو البده يصير بغرفة الصف وبالمدرسة وكيفية ايجاد الجو الملائم لبناء وحدة وطنية بين طلاب المدارس اليوم اللي ماشي اليوم هو تفرقة تخيف بين طلاب المدارس كل مدرسة او كل مجموعة في المدارس تنشئ التلاميذة بالتجاه معين يعني ما رح يطلع عنا بالاخر مثل بوكيوارد اللي هو اساس المجتمع التعدد هكي بيطلعوا رح يطلع عنا بالعكس تيارات الناس بطيار مخالف ومعاكس وما فيرقة معه الآخر نعم الآخر شو بيعمل دكتور بخبرتك اليوم التربوية يعني بين تحصيلك العلمي بأميركا بين متبعتك يعني وقاطائك عدة دورات بالمناهج بخلوصا للعالم العربي ومش من زمان كمان يعني كنت بسلطني الآخر عمان اليوم يعني هالأبعاد اللي بتخدها من مختلف دول العالم وقراءاتك يمكن أكيدة لمتبعتك لهالمناهج اللي عم تتطور بأوروبا وإلى ما هونيلك قديش اليوم بعت فيه قابلية للحياة بالمنهج التربوي وبهذه السياسة التربوية بلبنان مقارنة مع ما يشهده العالم خصوصا بمحيطنا العرب اليوم يعني هني بعتقد يمكن هل يتقدمون هل يراعون هذا التطور لايك بالعالم العربي أقله المسؤولين عن التربية يعرفين شو دور التربية وحاولوا في ناس وصلوا ناس بعضهم عم يحاولوا خاصة بدول الخليج يعني فعلا عم يعملوا خطوات إلى الأمام بالنسبة لإذا قررنا نفسنا معهم نحن نعود إلى الخلف بامتياز والفجوة صارت كبيرة وأنا مش من عندي هايدي خوض نتاج امتحانات تيمس العالمية لبنان إجا بآخر دولي بالدول العربية يعني كل الدول العربية بما فيها دول الخليج تقدمت عليه هاي ناس خارجيين حياديين والامتحان حيادي خوض امتحان البيزا اللي بتعملوا OECD مجموعة الدول التنمية وشي هاك اسمها بالعربي بيعملوا امتحان لكل طلاب الدول المشاركة نعم طلعوا تلميز لبنان وحطوا الأفريش طلعوا تلميز لبنان بأداء متخلفين سنتين عند زملائهم بكل دول OECD هاي بيعرفوها المسؤولين اللبنانيين التربويين عنا وعم يشتغلوا شي ليحسنوا هادا الواقع يعني التلميز اللي عنا بالصف السادس قدراته ومعلوماته وكل شي بيعرفو يساوي صف الرابع بدولة تانية ايه حططها والبنك الدول اللي عمل تحليل عنها مش مش من عندي عم قلك انا عم بستشهد بالخارج لانو في ناس كتير بيعتقدوني اني بس اني ناقد للواقع التالي ناقد لاني بعرف انت ناقد ولكن في حلول تقدم في النومة يعني مين بده يقبل للحلول؟ تطرح له الحلول بتلاقي بتلاقي السياسي اللي عم تعمل للحلول اذا ما كنتش مع زعيم او مع حزب ما حدا بيقلك تعيش تغل بهالموضوع التوزيع الشغل مربوط دايما بتقسيمات سياسية مغانم السياسية وتقسيمات اخطاعية زعمتية يعني هيدا اللي هي الموضوع وانا لن ارمي نفسي على احد يعني ولا ولا بعملها وما عملتها بقى مبروك للي عم يشتغلوا على المناهج ان شاء الله يطلعوا مناهج منيحة ولكن انا سهمت بهال فكريا بدوري بهالمرحلة هاي والقسم الاخير من اللي كتابي ممكن قبل ما ينتهي الوقت وما نحكي عنه كمان في عنا حالي بتوقع رح نوصلة اكتر لانو عندك تعليم حضوري عندك تعليم من بعد عندك تعليم مزدوج اوقات بيكون تدمج اتنين يعني بيسير يجو تلميز يومين بالاسبوع على المدرسة بيأدو ثلاثيين بالبيت هاي دي كمان اصعب من اتنين لانو ازا خدت الاولى او التاني عارف خلاص عارف ايا لو انا مهاشا لازالك الطرق طلع بكتابي كمان هل هي الحال يعني اليوم يمكن وخصوصا باللبنان يعني بظل اللي عم نعيشه من ازمة وقود حتى ايه بدلك لو مش بس فيروس يعني اي حالة يعني اي حالة في عندك حالات تانية وقدمين على اصعب لبنان ما حدا يفتكر انه اذا انتخبنا رئيس حلك المججور يمكن يمكن بسبب النقليات بسبب اشي كتير يتضطر المدارس انه ما تجيب كل تلميزة على المدرسة خمسة ايام بالاسبوع كمان هاي دي الى طريقة كتير معقدي لحتى يبنوا مناهج ويبنوا خاصة من تقييم عمل التلميز خاصة كيب يعطوهم بروجيات خاصة دور المعلم كيبود يكون عنده دور مزدوج مرة هيك ومرة طرق طلع انا بيالكتاب كمان قلت اذا حدا بيحب يستفيد من الافكار المتباضعة كنا به ما بيحب منكون قدينا خصوصا ما علي الا انبلغت انبلغت الاستاذ دكتور نمرفيح انا بدي اشرك اليوم على هذا الحوار على هالاضاءة يمكن هيك اليوم رغم كل هذا الواقع المأساوي اللي عم نعيشه بلبنان بموضوع السياسي التربوي والمناهج اليوم باضاحك لهذه المناهج لواقع التعليم من بعد واللي افرزه يمكن هيك كل هذه المشاكل واللي حضرتك يمكن حطيت كتير من الحلول والمقترحات والمشاريع اللي ما بده الا اشخاص يعني يتجند ويؤمنوا بهذا العالم وعملوا ويمشوا يعني اليوم مش بحاجة يعجعوا يعدوا يفكروا اكيد بدون يحطوا على الارض بيوقعهم بيبيئتهم شو بيتطبق وشو ما بيتطبق بس اقله الخطوط العريضة موجودة والتعليم المدمج اللي كمان عرضتوا بيختام هذا الكتاب انا بدي اشكرك على هذا الحوار على انك بعدك عم تعطي هادي قبل كلشي حتى الميلاد هو عطاء وهادي كمان يعني يتزامن مع زمن الميلاد كانت ولدته صح وطوقيعك لقله يعطيك ألف عافية شكرا شكرا على استضافي وبأمثالك من ابن لبنان شكرا كتير شكرا لك وللمحطة اللي فعلا بس يجي هايك بشعر اني بمكان كتير أليف لإلي ومنبسطكم شكرا لك نحن وياك دايما على الموعد عزينا المشاهدين بريك واكيد من بعدهم كافين سوا بختام فقرتنا اكيد بريك ومنرشا